سي نصف وشي حوالك؟ عصير متن فاطمة لابس عليك سيدي لابس عليكم حمد الله لابس انتم حمد الله يا ربي في خير ونعم سي نصف العزوزي ما تمد القلعة صغيرة جلنا تشكي من بعض المواطنين ماذا بيك ان سمعك التشكي ونخدم عندك الإجابة معناها مولت لعب بالكليب مش لعبة وشيتو عليه هو عمره ممكن 4 سنين اكاك ولا 5 سنين يشيتو عليه يجدو ما مفهمو محاولنا بشفكوه وفكيناه بالسيف معناها المهم كانت ناس حاضرة وفكيناه بالسيف الظناء السبيطار بتاسعالوه بعموا بالواجب مع التبال الكلب زادوا سيبوه معناها جيرين زادوا سيبو الكلب كيميراد مشت المادام بش تعرب عليهم معناها الكلب بضايا الكلب زاد فط عليهم وزاد غبرها مرتين لهم الثلاثة معناها في داخل وقلنا زادوا بشفكوه من جراء الشيء معناها الكلب باقي مسيب معناها حتى الكلاب الأخرى مسيبها اتكلمت في دارة متاع الفلاحة متاع القلعة الصغرى قالوا لي نحنا رواء في كونجي ومنسط فردين برمشي اتطرف مع الكلب نحيلوا راسه وغزوا اللي دارة في نهار لحد زي نحنا العمرية صارت نهار السبت والمرأة صارت نهار لحد معناها نحيلوا راسه الكلب وغزوا اللي دارة في سوسة وهم معناها الكلب باقي مسيبها وثم عندي كلب جاري معناها غادوا الكلب هذا نهار كان هوية معناها وما باش يربط التوالي ساعة حتى العملين تعال تلقيح كلامة في جمالة بين كلب اللعب في التلقيح ما حابش يجووا باش يلقحوا الكلب كلب مسيبة ولا حابوا معناها على الأقل يجيبوا لهم مسلاح باش يقتلهم وإلا باش يتصرفوا معي كلب هالي معناها كل يوم كل يوم تلقي عشرين كلب ملوحة بحديكو وش أنت صغير يتعدها نهارينا مرأة زادة كيما نرى نفس العملية مسكينة كلها الكلب مش تلقي حتى صبر تحمل الله رجال ما عنداش لمن تشكي لمن تبك حتى كلمنا الفلاحة وكلمنا جماعة باش يجووا يلقحوا الكلب وكلمنا حتى الأمل باش يجي يوقت الكلب ما حابش يجوه معنا قاعدت الكلب نفس العملية وولينا خايفين وولينا في رعب توا بارك الله وفيكم وشك معتمد القلعة صغيرة سيد نصف العزوزي هما كما سمعت زوج مشاكل مزدوجة المشكلة لول الكلاب المسيبة في البلاد اللي هو يقول فما أكثر من عشرين كلب ما غير مالي مسيبين معناها كلهم أمراض وفما فوسيبليتين اللي هما يتعداوا على الأشخاص سواء كان صغار في العمر وإلا أكبر في العمر والمشكلة الثانية اللي هما كلاب الأشخاص معناها الناس اللي مربية كلاب وما هيش لاهية بهم ويتعداوا على العباد أحنا شنو هنعملوا وقتها أنا حاسي بإيجابتين أما مذبية تجاوبني أولا على الكلاب المسيبة في البلاد سيم معتمد القلعة الصغيرة نصف العزوزي شنو قاعدين نعملوا فيهم بشخاليهم ما كيكم سايبين ويعملوا شي يظهروا لهم وإلا فما مدوات وإلا فما عمليات اللي احنا نشدوا لكلب هذوم وشنو لبش يصير موضوع متابعة متواصلة بطل السناء وموضوع شرك صحيح وما هو يقلق أنا رأى موضوع دائما نتبع فيه آخرها معنا تم عقد جلسة يوم 21 جوان صارت بحضور مصالح ذات السيلة من أمن وبلدية صحة والطبيب بيطري للشهد الفلاحي وتم ضبط أماكن تواجد الكلاب السايبة وتم على أثرها برمجت حملات أسبوعية وبدأنا أولها يوم 23 جوان بمرجعنا ضرر الحرس الوطني بمطاقة النقر أولاد بنعون باصل الواد حي طويل والومانية تم قنص عدد 26 حيوان الثانية حملة صارت البارح والحقيقة والبارح مبرمجة حدا مقبل معناها الموضوع عن اللي صار دائما وكل مبرمجة من يوم 5 جويل البارح في الليل مشهر نظر الحرس كثيف في حي أولاد شوشان حي أولاد بنعون من الشيكاية المفيدة من طاعة سايب المواطن حي طويل وأثرت على قنص عدد 42 كلب سايب رخيقة معناها البارحة المواطنين معناها لقصة حسن من المواطنين في المنطقة الغادية والتشكيات منطقة المواطنة ذاية مرجع نظر وين السكن منطقة المواطنة صارت الحملة ذاية ويتجم التبت مع المواطنين وكل معناها صارت الحملة ذاية معناها ناشحة على الأخر البارح وفي التواصل معناها أسبوعيا مرجع نظر الحرص الوطني والأمن الوطني معناها موجودة ومشكل موجود ونطبع فيه وإن شاء الله مناات تحسن للموور هنشبن بين الحملة والحملة في مصنص نيوم سيد المعتمد لا صارت يوم 23 ويوم 5 جويل بقنا في ظرف أسبوعين من اللي عملنا الجلسة في معتن داية يوم 21 جوان صاروا حملتين كبار مناات 26 يوم 23 جوان ويوم 5 جويل أيما كنت نحكيوا على وضع طارق يهدد حياة الناس معناها مش نتحركوا مرة في 11 يوم ولا مرة في الجمعة من المفروض اللي يحنا يوميا الحقيقة ما دام تعرف أنت الأمن الوطني مرجع نظر في قلعة صغيرة الحرص وطني مرجع نظر كبير على الخط فعندهم حملات أخرى أمنية معناها كل فما هم الحقيقة يعفوا خدمات هم يعفوا وقتا شي يدخل في الموضوع هذا من بشكل يوميا أكد لك ما نجوم شي يصير معنا تالوجيسيكيا ولا ما نجوم شي يكون موضوع هذا يوميا نحاول نقص البلدية كيف التابعة معنا في الموضوع معنا وتوفر الخراتيش الصحة كيف اليوم مشاول اليوم يعمل المركز الصحة في القلعة صغيرة وقاموا بالتلقيح اللازمة الفلاحة تدخل معناها في تلقيح الكلاب ومصالح فلاحية وتجاوز نسبة 80% في 2018 كيف نقص المصالح الكل بلدية الصحة للفلاحة للحرص والأمن هذا موضوع محل متابعة ونجح معنا الحقيقة في ظرف العزوز معاكل هو محل متابعة سيد معتمد القلعة الصغيرة ناسفر عزوزي أما أنا أعيب على كل صلات المتدخلة الحقيقة وانتي مباشرة على خطرك المسؤول في منطقة القلعة الصغيرة على أرواح العباد وعلى صحة أولاد منطقتك زادة اللي انتي تقول لي نعمل حملة في الجمعة وأحنا نحكي وعلى في كل حومة أكثر من 20 كلب سائب راهوا معناية نجم تصير مصايب ماذا سماعت العدد لتعلكلاب لتمتنصح ولا سماعتك سماعت ثم فهم 40 في العملية الثانية 40 وفي العملية اللولة 20 أنا فهمتك بالقديرة أي معناية 68 حيوان متواصلة حتى قبل الجلسة العملية دي ما متواصلة لحملة هذية حتى الوين بشتدوم الحملة هذية لأننا نحاول نقضيه المكسيمو مع الكلاب السعب هذية ما نحاول لا نحاول 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 مجدين مركز الأمن الوطني الحارس الوطني صحيح نجمو نعمل مركز في الأسبوع الأمن الوطني يكون الغدوة مرجع على نظر الأمن الوطني يكون كيف كيف محملة وشاعرين بالوضع هذية معناها الحقيقة وإن شاء معناها قطرة بين نقلب ولا راحة المستكنين الصحة كيف معناها معناها مش مقصرين الفلاحة وإن شاء الله بتظاهف لكل جهود إن شاء الله أن الأمور تحسن ومعناها وما يصير مشاكل أخرى